نحن معكم الآن من آخر نقطة استطاع الجيش السوري الحر وتحديدا الفيلق الثالث إحكام السيطرة عليها جبال وتلال كفورموز المطلة بشكل مباشر على مدينة عفرين هذه المدينة التي تعد هي الهدف الرئيسي من عمليات غصن الزيتون والتي استطاع الجيش السوري الحر الوصول إلى مشاريفها بعد السيطرة على منطقة كفر جنة والمناطق المحيطة بها والتي الآن هي واضحة على الكاميرا مدينة عفرين التي نرصدها الآن نحن أول تلفزيون يصل إلى مشاريفها ونستطيع رصدها بعد تقدم الجيش السوري الحر إليها طبعا هذه العملية مستمرة بحسب الجيش السوري الحر لتقدم باقي المحاولة الأخرى من الجهة الشمالية والجهة الغربية لمشارف مدينة عفرين وأيضا العملية مستمرة لحين تحقيق كامل أهدافها بالسيطرة على المدينة هذه المدينة تبعد عن نقطة تواجدنا الآن أقل من ثلاثة كيلومترات وربما بين الساعة والأخرى سيتم التقدم إلى عمقها خالد أبو المجلي أوريانت نيوز من محيط مدينة عفرين ريف حلب الشمالي ترجمة نانسي قنقر